مشاهدين في كل مكان نسعد الله مساكم بكل خير أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري بعد قرابة ثمانية أسابيع من الخسارة الأولى التي تعرض لها الحزب اليساري الحاكم في الانتخابات المحلية ها هو اليوم يتلقى هزيمة أخرى في الانتخابات الأوروبية التي حققت فيها الأحزاب اليمينية نجاحا ساحقا وحصل فيها حزب الجبهة الوطنية على المركز الأول وهذا ما أثار مرة أخرى مخاوف الجالية الجزائرية والعربية في فرنسا مرسلتنا هدى فتوان بعثت بتقرير تالي مني الحزب الاشتراكي الحاكم بهزيمة أخرى من العيار الثقيل وتحصل على المركز الثالث بعد حزب اليمين المتطرف الذي حصد المركز الأول بنسبة قاربة 25% والحزب اليميني الثاني الذي تحصل على 20% ليتحصل الحزب اليساري الحاكم على نسبة قاربة 14% فقط نتيجة غير متوقعة وقعت كالصاعقة على الحكومة الفرنسية ووصفها مانويل فالس بالزلزال الذي هز فرنسا المرحلة التي نعيشها هي مرحلة صعبة جدا بالنسبة لفرنسا ولكل أوروبا هذا المساء الذي شهد نعدام هام للتصويت ووصول اليمين المتطرف إلى الصدارة وكذلك النتائج المؤسفة للحزب اليساري الحاكم وعلى إثر هذه النتيجة الثقيلة استدعى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولوند تقم حكومته للبحث عن حلول لاسترجاع ثقة الفرنسيين والتصدي لحزب اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان التي احتفلت بفوزها وقالت أنه فوز رفع من معنويات الحزب ويستحق أن يكون هو الحزب الحاكم سنة 2017 هو سعود منقطع النظير لم يقلق الحكومة الفرنسية فقط ولكن حتى الجالية العربية والجزائرية التي ترى أنه حزب عنصري ولا يخدم الأجانب أبدا فيما يخص نحن كجزائريين نعرف موقف مارين لوبان نحو الأجانب المختاربين هذا الذي حققته في الانتخابة الأوروبية زاد من تخوف الجزائريين المختاربين في أن يكون هناك تغيير في القوانين الفرنسية التي لا تخدم صالح هذه الجالية إن النجاح الساحق الذي حققه حزب اليمين المتطرف فالانتخابات الأوروبية لم يقلب الموازين السياسية فقط بل زاد من قلق الحكومة الفرنسية ومن مخاوف الجزائريين المقيمين هنا كذلك لقناة النهار تيفي هودا فتوان باريس ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يحضر إلى جانبها سيد عبد الرحمن غول رئيس اللجنة الدينية لمسجد مارسيليا الكبير بفرنسا مرحبا بك سيدي مرحبا أهلا وسهلا بمشاهدي قناة النهار اليمين المتطرف حقق فوزا ساحقا وكبيرا وتاريخيا بالانتخابات الأوروبية ما انعكسات هذه النتائج ربما على الجلية الجزائرية خاصة والعربية بشكل نعم بداية من عادة الإمام أنه حيادي في القضايا السياسية ولكن إذا خرج الإمام عن صمته فهذا دلالة على أن الخطر يده نعم وبالتالي وصول اليمين المتطرف إلى هذه النتيجة وهي تعتبر زلزال سياسي في الحقيقة لكنه لم يأتي من فراغ لأنه لا بد أن ندرس الواقع السياسي الفرنسي إنشقاق الحزب اليسار والتفكك الداخلي داخل صفوف الحزب اليسار ثم الفضايح والخصوص الفضايح المالية وبالخصوص عندما تمس المال العام في الحزب اليمين كل هذه عوامل أدت إلى هذه النتيجة زائد نتيجة أخرى لا يستهنوا بها وهو عامل أساسي كذلك هو عزوف الناخب وبالخصوص المواطن العربي الإسلامي عن الانتخاب طيب هو يعني ساهم بشكل أو بآخر في هذه النتيجة نعم إذن فهي كلها عوامل لا بد أن تطرح على الطاولة على الطاولة لتدرس لأن النتيجة وربما لا أتكهن ولكن أقول إذا صارت الأمور على ما هي عليه الآن فإن نتائج 2017 قد تكون تاريخية لهذا الحزب طيب ما هي انعكاستها على الجالية الإنعكاست خطيرة إن شاء الله أولا لا يخفى على أحد مدى عداء اليمين المتطرف للعرب والمسلمين وللجالية لما نتكلم عن الجالية الجزائرية في فرنسا لأنها هي الغالبة لأنه حتى يكون المشاهد في الصورة في الجالية الجزائرية في فرنسا هي الغالبة إذن فإن عكاسات هذه النتائج ستكون خطيرة فيه مذايقات لكن الآن سيخرج العداء العداء الذي كان يخفيه اليمين المتطرف سيصبح الآن للعيان ظاهر للعيان ومخلفات هذا العداء سوف نعيشها في واقعنا نعم سيد غول أسلفت الذكر أن مارين لومبان على رأس اليمين المتطرف وهي رئيس حزب الجبهة الوطنية بفرنسا أنها معادية وتظهر عداءها للاسلام والمسلمين ما هو الخطر كما وصفته الذي يمكن أن تشكله على الإسلام والمسلمين بفرنسا أولا عداءها الصريح للإسلام والعرب ثم كذلك للأسف الشديد وهذا واقع الجالية هناك في فرنسا وأنا واحد من الجالية واقع الجالية المعاش يعني مثلا لما نتكلم على مثالك كعينة عن الصلاة في الطرقات نعم فضيق الأماكن ضيق الأماكن المصليات ساعد في يعني تصاعد هذا الحزب لأنه استغلال المسلمي للطرقات والأماكن العامة للصلاة لأداء الشعائر يعني ليس حبا في الطرقات ولكن للأسف الشديد لذيق الأماكن لكن هذا عامل ساعد من يعني من من هذه النتيجة وبالتالي الآن اليميل المتطرف مثلا لو أردتم أن أعطيكم فقط عينة على مرسيلة التي أتي منها عندنا مقاطعة دائرة 13 و 14 في مرسيلة أكبر مقاطعة في مرسيلة فيها 150 ألف ناخب والتي حصل فيها اليميل المتطرف على يعني البلدية وفي هذه الدائرة حوالي 19 مصلة ومسجد تقريبا إذا إذا شئنا فيه مخاوف الآن أن تغلق يعني أكاد أقول كلها أغلب هذه المساجد واليميل المتطرف الآن ليس بعداؤه فقط ولكن سوف يطبق علينا القانون الفرنسي طيب صفاتكم هيئة رسمية منضوية تحت لواء وزارة الداخلية الفرنسية ما هي الإجراءات التي يمكن أن تضغط بها على مارين لوبان لتفادي وقوع مثل هذه الإجراءات نحن في الحقيقة نأتي في الدرجة الثانية لأن اليوم الحكومة الفرنسية أصلا يعني الرجل الفرنسي الآن متخوف حتى هو من هذه النتيجة ومن هذا الحزب أما نحن فنأتي في الدرجة الثانية لكن يعني في الدرجة الثانية لكن لنا تأثير والتأثير للأسف الشديد لم نستعمله ولم نستغله وهو الصندوق وهذا الذي قلت عليه هو عزوف الناخب والمشاركة في السياسية هي شيء سلبي للأسف الشديد نعم هل أنتم راضون عن سياسة الجزائر أو ما تقدمه الجزائر للجالية الجزائرية بالمهجر خاصة بفرنسا نعم إذا سمحتم وهذه شهادة فقط أن أقول ربما ماضي الجالية أفضل من حاضرها للأسف الشديد فعندما أتكلم عن تاريخ الجالية مثلا في أيام يعني السنوات السبعينات والثمانيات كانت مؤطرة ومهيئة أكثر منها ومهيكلة أكثر من الآن الآن الجالية مشتتة وبالتالي الخطر ليس فقط غيم اليمن المتطرف ولكن فقط حتى فقد الدعم الداخلي للجالية في الخارج قد يزيد من معاناة قد يزيد من معاناة المواطن الجزائر بصفة خاصة وهذا للأسف الشديد إذا فأصبحت لهم مصيبتان في كلمة آخرى سيد عبد الرحمن غول ماذا تنتظرون من الجزائر؟ والله إحنا أمننا كبير أمننا كبير مع هذه التغييرات السياسية الجديدة ومع هذه الاتخابات الرئاسية كذلك يعني الجديدة وهذا التغيير في الدستور إن شاء الله يعني هذه المرحلة السياسية الجديدة أمننا فيها كبير أن تُعطى إن شاء الله اهتمام كبير لهذه الجنية إن شاء الله شكرا لك سيد عبد الرحمن غول شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات وضعت السلطات الفرنسية أحدى أكبر العقارات التي تملكها بالجزائر للبيع حيث تضمن أو تضمن آخر عدد من الجريدة الرسمية الفرنسية قرارا بوضع الإقامة المعروفة باسم جوردون بالأبيان للبيع قرار أو قرار بيع هذه الإقامة التي تفوق مساحتها الخمسة آلاف متر مربع جاء على خلفية سياسة تقشف متبعة من قبل الكيدورسيل التقليلي من تكليف وتحصيل أموال إضافية بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بفرنسا وذكرت مصادر إعلامية فرنسية استنادا إلى مؤشرات سوق العقار بالجزائر أن سعر المتر المربع في هذا الحي الراقيب أعالي العاصمة قد يصل إلى أكثر من خمسة آلاف أورو ستعالج محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة ابتداء من الثامن جوان وإلى غاية العشر جوليا المقبل تسعين قضية جنائية من بينها أربعة عشر قضية إرهابية حسب ما جاء في الجدول التكملية الثاني للقضايا الجنائية لسنة 2014 ومن أبرز القضايا الإرهابية التي ستعالجها محكمة الجنايات تلك المتعلقة برفقاء وأفراد عائلة الإرهابية عبد الحميد أبو زيد الظالعين أقول في الانتماء إلى جماعة إرهابية كانت تعمل منذ التسعينات على دعم الجماعات الإرهابية الناشطة بالصحراء الجزائرية بقيادة البارا ومختار بالمختار وعبد الحميد أبو زيد والمكلف أساسا باختطاف السياح الأجانب وكذا مختصة في المتاجرة في المخدرات والتهريب لتمويل هذه الجماعات الخطيرة كما ينتظر أو ستنتظر ذات الجهاء القضائية في قضية جديدة لبلعور والمتابع فيها من متهم ثاني بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن كما ستنظر ذات المحكمة في قضية أمير تنظيم القاعدة درودكال عبد المالك مع 43 إرهابيا مشتبها فيهم آخرين والظالعين في عدة مجازر جمعية واغتيالات أما بخصوص العائدين من معتقل جوانتانامو أقول فستفصل محكمة الجنايات في قضية بلباشا أحمد الذي سبق وأنصدر بحقه سنة 2009 حكما غيابيا بعشرين سنة سجنا نافذا في شأن آخر تأسف الناطق الرسمي باسم وزارة شؤون الخارجية بن علي عبد العزيز الشريف لما اسمه محاولات تأويل الموقف الجزائري الواضح تجاه الأزمة الليبية بن علي الشريف اعتبر أن الجزائر تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف بليبيا أحمد حفصير صدى التالي الجزائر كان لها موقفا وإن كان في كثير من الحالات فسرة على غير حقيقته الجزائر بقيت على مسافة متساوية بين مختلف الأطراف في ليبيا وكنا كجزائر من الدول القليلة التي دعت من أول وهلة إلى البحث عن حل سياسي وإلى تجنب التدخل العسكري أنتم الآن ترون تداعيات التدخل العسكري في ليبيا تداعياته ليس فقط على الشعب الليبي الذي يعيش حالة من اللا سلم واللا استقرار وفي معرض رده على مستوى التمثيل في اللقاء غير الرسمي المرتقب الجزائر خلال الساعة القادمة والذي سيجمع بين دول جوار ليبيا على هامش المؤتمر الوزرية لحركة عدم الانحياز اعتبر بن علي عبدالعزيز الشريف النطق الرسمي باسم الخارجية أن التمثيل سيكون رفيع المستوى من المنتظر أن يُعقد اجتماع غير رسمي على هامش هذه الدورة لدول جوار ليبيا دول جوار ليبيا بمثل ذلك الجزائر بالطبع وخاصة الجزائر لمواصلة المناقشة ومواصلة الحوار ومواصلة البحث معا على أنجع الحلول للخروج كشف مسؤول الاتصال بشركة طيران تصل كريم بحار أنه سيتم تنظيم 84 رحلة من الجزائر نحو فرنسا في الفترة الممتدة من 26 جوان وإلى غاية 13 سبتمبر القادم في مخطط رحلات غير منتظم سمني سمش إطلاق مجموعة من الرحلات في الفترة الصيفية الممتدة من 26 جوان إلى غاية 13 سبتمبر القادم إن شاء الله هذا في إطار برنامج نقل جوي غير منتظم يعني من خلال هي تم برمجة 84 رحلة انطلاقا من سبع مطارات جزائرية والتي هي مطار عن نابا وهران الجزائر العاصمة شلف اسطيف وقسنطينة لتنقل نحو المدن الفرنسية لغيرنوبل وستن تيتين كما صرح كريم بحار أنه سيتم اعتماد تخفيضات على الرحلات في شهر رمضان القادم تقدر بـ 40% بالنسبة للرحلات نحو الجنوب و30% نحو مدن الشمال فيما يخص شهر رمضان المعظم قد تم انتهاج تسعيرات حفيزية لفائدة المسافرين على مستوى النقل الداخلي والتي تقتضي بتخفيض بنسبة 40% لكافة المسافرين الرغبين في استقلال طائرات أسطول شركة طائران التاصيلين نحو الجنوب الكبير و30% للخطوط الموجودة على مستوى شمال الوطن في أشاني التربوي ومع نهاية كل موسم دراسي واقتراب موعد الامتحانات المصرية يطرح طلبة المكفوفون نفس الانشغالات وهي عدم وجود أساتذة حراسة من نفس المادة وفقا لما تنص عليه القوانين انشغال يضع المترشحين أمام صعوبة كبيرة في إجراء الامتحانات سوفيا نبعون يشتكي التلاميذ المكفوفين في ولاية ميلة خصوصا والجزائر عموما من معوقات خلال إجراء امتحانات نهاية السنة وهو ما يثير نفوس المقبلين على مرحلة مصرية بحياتهم على أبرزها الخرائط المنحنيات البيانية وكل ما يتعلق بالرصمات فلما يقرأ السؤال ويجد في سلم التنقية بأنه هذا السؤال مبرمج على ست أو سبع نقاط فالهاجس يكبر أكثر فأكثر لازم أستاذ المتخصص هو شرط مثلا أنت مادة الرياضيات مش هحيجي بلي أنا يعسني واحدة في مادة الفرنسية ما يقدر شي يكتب ولا غير متمكن من هذه من هذه المادة ولا الفيزياء الفيزياء اللي كامل رسومات كامل تقريب من رسومات الفيزياء أنا نطلب من وزارة التضامن والتربية والتضامن يشكل الاختيار العشوائي للأستاذ لقراءة السؤال للمكفوف صعوبة له في الامتحان وهو ما تقول بشأنه مديرة القطع إنها واحدة في التعليم الابتدائي أربعة في المتوسط وطلب اثنين في الثانوي بالنسبة للانشغال المطروح اللي هو حضور الأستاذ في المدى هذا الانشغال سيرفع إلى الهيئات المركزية فهل لأصحاب البصر والبصيرة آذان لمحرومي البصر؟ فكرة جديدة في غسل السيارات حيث يكتفي أن تتصل بأصحاب المغسل المتحرك وتحدد مكان سيارتك ليقوم بالتنقل وغسلها الفكرة لقيت استحسن الكثيرين نكتشفها في هذا التقليل أسماء عبد العثمان اتصل ونحن نأتي إليك هي خدمة غسل السيارات المتنقلة التي جسدها نوردين على أرض الواقع ولأول مرة في الجزائر عربة متنقلة تضم كل المعدات والأجهزة لإجراء عملية التنظيف الكامل للسيارة أنا قلت لك الفكرة نحب نقص السيارتي ومبعدت جاتني الفكرة بحفت عليها في الانترنت أليقيتها موجودة في الدول الأوروبية بعدت بليفاصان ياسر يعني اللي تلقيها ودخلت معها حوز 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 لقيت أبسط يعني تجهيزتها قادة تكري تحتاج سيتين لانتعمات تحتاج تري سيتين تحتاج مالقي خسر التماطرية جوية ما يعودت وقفت إن شاء الله على رجلي ونقدم إن شاء الله تجربة جديدة يبدو أنها ستأخذ طريقها في الانتشار خاصة مع توفيرها للجهد والوقت عكس الخدمة التقليدية تحديده تحديده ويLEY ورده تعمل حياته في الدارة تعمل في عجليا ستعمل الحزن نعمل حاجتي في الدراخل وطنوبلية تجهب داري TAMU تعمل حياته هي صورة حقيقية لشاب جزائري يشتهد لكسب لقمة عيشه ويفرض واقعا آخر وأجمل من معايشته للبطالة في الشانية الدولية كشفت معلومات ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن جماعات إرهابية ناشطة على التراب الليبي استولت على أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية منحت من قبل واشنطن أو من قبل واشنطن للجيش النظامي الليبي في إطار صفقة سلاحة جدير ذكره أن ليبيا تعيش حالة تنفلة أمني غير مسبوقة عقب سيطرة جماعات متطرفة على مناطق واسعة من التراب الليبي الذي تحول إلى قاعدة خلفية للإرهاب والتنظيم القاعدة على الصعيد الدولي دائما أعلنت الرباط اليوم أن الملك المغربي محمد النسادس سيقوم بزيارة رسمية للجمهورية التونسية يوم الثلاثين أو يوم الجمعة أقول من أي الثلاثين من الشهر الجري إلى الأحد الفاتح جوان المقبل وذلك بدعوة من رئيس تونسي محمد المنصف المرزوقي كما ذكرت وكلة الأنباء المغربية أن الملك المغربي وخلال هذه الزيارة سيجري مبحثات رسمية مع الرئيس التونسي وسيترأسان معا مرسم توقيع اتفاقيات ثنائية على مستوى القطاع العمومي والخاص كما سيلقي محمد السادس خطابا أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي مشاهدين بهذا نصل إلى ختم هذا الموعد الإخباري شكرا على المتابعة إلى اللقاء شكرا على المتابعة إلى اللقاء